لما نقول أشدها الجماع في ناس لا يتقون الله ويكون مثلا أحيانا حديث عهد بزواج أو غير مباليا فيجامع في رمضان عدة مرات نقول كل يوم كفارة مستقلة كل يوم كفارة مستقلة لو قال جامعت في اليوم الواحد أكثر من مرة نقول كفارة واحدة لو قال أنا خربت أسبوعا كاملا من رمضان نقول سبع كفارات من جامع في نهر رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة يعني الواحد قال والله أنا ما كنت أدري أنه فيها صيام شهرين والله لو كنت أدري فيها صيام شهرين كم ما سويت هذا نقول لا أنت تعرف أنه ما يجوز ولا لا تعرف أنه حرام خرص تلزمك الكفارة طيب إذا جامع في نهر رمضان جامع في الليل وطلع الفجر واجب عليه أن ينزع فورا وصومه صحيح ولو خرج منه شيء بعد النزع بس المهم أول ما أذن نزع انتهينا خلاص فعل ما عليه أما لو كمل عليه الكفارة المغلظة ونسأل الله السلامة